ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثةٍ بدعةٍ وكل بدعةٍ ضلالةٍ وكل ضلالةٍ في النار وصدع بما تعمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين عباد الله في هذه الآية الكريمة يخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم آمراً إياه بإظهار الحق الذي بعث به والجهر به بين الناس قاطبة والإعلان بذلك لكل أحد ولا يأوقنه عن أمره عائق ولا تصده أقوال المتهوكين ثم يأمره تعالى بالإعراض عن المشركين وترك مشاتمتهم ومسابتهم مقبلاً على شأنه في الدعوة إلى الله وبيان أحكام الله ثم وعده سبحانه وتعالى بقوله إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين الذين يستهزئون بك ويستهزئون بما جئت به من الحق والبينات وهذا وعد من الله تعالى لرسوله أن لا يضره المستهزئون وأن يكفيهم الله إياه وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة وقد فعل الله تعالى فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء بررسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله عباد الله إن من تأمل حوادث التاريخ واستقرأ أخبار الماضين ليقف على مصداق ذلك وتمام وعد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري أن عنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعاد نصرانيا فكان يقول ما يجري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح فقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منه نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا له فأصبح فقد أفلذت فقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه فنبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه فحفروا له فأعمقوا له في الأرض حفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا أمر خارج عن العادة يدل كل أحد على أن هذه الأقوبة لما قاله على أن هذه أقوبة لما قاله وأنه كان كاذبا إذ كانت عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا وإن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد إذ كانت عامة المرتدين لا يصيبهم مثل هذا وأن الله منتقم لرسوله صلى الله عليه وسلم فمن طعن عليه وسبه ومن طعن عليه وسبه وسب دينه فالله سبحانه وتعالى مظهر لدينه وكذب الكاذب انتهى قوله رحمه الله عباد الله تأملوا قصة كسرى وقيسر المشهورة مع النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب كتاباً على كل منهما يدعوه بدعوة الإسلام فعما كسرى فمزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إهانة بنبي الله صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه كل ممزق ولم تقل له قائمة بعد ذلك فقتله الله مهيناً ذليلاً وأما قيسر فأكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم رسوله فثبت الله ملكه وهذا تكون نحاية كل من تعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيه فإن الله سبحانه وتعالى لا شك فإن الله سبحانه وتعالى لا شك كافي نبيه فإن كل من تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالإهانة فإنه مقطوء الدابر مبتور الأصل مبتور الأصل إن شانئك هو الأبتر تذكروا أبا لهب وما كان من أمره مع النبي صلى الله عليه وسلم وصبه إياه لما أنذر النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين قام أبو لهب فقال قولته الشنيعة تبا لك أل هذا جمعتنا فأنذل الله سبحانه وتعالى فيه سورة تحمل لعنة في حقه إلى يوم القيامة تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وقد أمات الله أبا لهب شر ميته بعد أن أراه هزيمة المشركين ونسر المؤمنين يوم بدر فجمع الله له العذاب النفسي والعذاب الجسدي فقد أخذه بمرض خبيث أصابه يقال له مرض العدسة فما تشر ميته فإنه لما أصيب بهذا المرض الذي تتشاءم به العرب ويرون أنها أنها تعد أشد العدوى تباعد عنه بنوه وبقي بعد موته ثلاثا لا تقرب جنازته ولا يحاول دفنه فلما خافوا السبة في تركه حفروا له ثم دفعوه بعود في حفرته وقذفوا بالحجارة عليه من بعيد حتى واروا وانظر إلى أبي جهل وما قام به من شدة العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به والاستهزاء به وإذايته وإذاية المؤمنين كيف أهلكه الله سبحانه وتعالى ببدر وقتل بها شر قتله حتى تناوحين تناوله شابان بسلاحيهما وهما معاذ ومعوذ ابن عفراء فأردوه قتيلا ثم جاء الفتى النحيل عبد الله بن مسعود واهتز رأسه ثم ألقاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القليب مهينا ذذيلا يا لها من نهاية بائسة وكل من اشتهر بإذاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سناديد قريش كانت نهايته مؤلمة ولقي مسيره في وقت قريب قال شيخ الإسلام بن تيمية والقصة في إهلاك الله واحدا واحدا من هؤلاء المستهزئين معروفة وقد ذكرها أهل السير والتفسير وهم على ما قيل نفر من قريش الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسودان بن المطلب والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث والحارث بن قيس ومن الكلام السائر لحوم العلماء مسمومة فكيف بلحوم الأنبياء عليهم السلام وكيف بلحم سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين سلوات الله وسلامه عليه ومن تلكم الحوادث يا عباد الله ما ذكره الحافظ بن حجر الأسقلاني في كتابه الدرر الكامنة أن بعض أمراء المغل تنصر فحضر عنده جماعة من كبار النصارة والمغل فجعل واحد منهم ينتقس النبي صلى الله عليه وسلم وهناك كلب سيد مربوط فلما أكثر من ذلك وثب عليه الكلب فخمشه فخلصوه منه وقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد صلى الله عليه وسلم فقال كلا بل هذا الكلب عزيز النفس رآني أشير إليه بيدي رآني أشير بيدي فظن أني أريد أن أضربه ثم عاد إلى ما كان فيه من طعن النبي صلى الله عليه وسلم وأطال فوثب الكلب مرة أخرى فقبض عليه زر ديمته فقلعها فمات من حينه فأسلم بذلك نحو أربعين ألفا من المغل وقال أخبر شيخ الإسلام بن تيمية عن أهل حسن أو مدينة يحاسرها المسلمون مدة طويلة حتى إذا يئسوا فيتعرض أهل ذلك الحسن أو تلك المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقعون في عرده فيتعجل المسلمون فتحه ويتيسر ولم يكن يتأخر إلا يوما أو يومين هكذا تكون نهاية كل من تعرض لسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والطعن في عرده وفي عرد أسواجه وأصحابه فإن نهايته تكون أليمة وبائسة حقا إنا كفيناك المستهزئين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم يا بودا قد يادة كرالي سنتبتغ الله سيرادة من جيد سنتبتغ النبي الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم 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 ولكم أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر النبي صلى الله عليه وسلم يسعى أكار جنيو غواسكم أكار جيفة تشكيل ديجيا حقا يأيرون ونممونر بتوا بعد أن قومي بسبود تابة منزو صلى الله عليه وآله وسلم تدوانوان ديت شهر دسوكان ما إكلي صلى الله عليه وسلم ودفت أرمياء غنزان تي أكانسا قوة أكان سهبانسا قوة أكان سنرسا تو أبشاكا قلشانسا بازي يتوبا شياسا ابن تيميائك لا بارن حلقر دا ودنن من يمن ينجمى جمان قريشا دسكفتو فيلي باية كافرچن سكومسكرك چنزرف أمائكي صلى الله عليه وسلم لا بارن حلقر دسوط أبنى شهراري دا معلمي مصنى تفسيري دا مصنى سيرى سرر بوتوانن أكوة متن بيار دسوطك في قوة زكي ووجن چم متن چم منزو صلى الله عليه وسلم الوليد بن المغيرة دا العاس بن وايل دا الأسود بن المطلب دا كما الأسود بن عبد يغوس دا الحارف بن قيس دا الحارف بن الأسود بن وتفرقه ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر باين القرآن بابا لتفن داكي حدما كما سيوى البخاري سيوى مسلم غباشن دونيا دا يما سيوى دونيا احنا سيكي كما مسلمان نمسو ياني غان نبي صلى الله عليه وسلم يأذكر داكتو من يمن يم مغانغنو نفاق دي نجم متنجي نزل نوائي كنا چوى دا اتكيل لتتفن اكتوى النبي كما مسلمان سيكتو كشمه دا شيكارا دبو سنة کران تدل التفن سنتشفى طلابهم عتوى كم مسلمان نعم نعم التفن وقت الز لإoustge هو متى مقتى الأن الأن أبي بيير لأخذها ня هنا państwa نقصد السادسة باب الشمس باب شمس دونيا تغني فوقنا بكل أبيعي طفل زي كانت دعم بالأبيعات زي كانت دعم whatever زي كانت دعم تخيله ميسلطاني لا يموز زي كانت دعم كانت اي تغييره وفي القرآنه مشتوكه سيكون بنحديا كونتوش كونتوش سيكون يدي فأسفل من الزم يتكلم تو أطفال أن تلقب لي سمس state فإن planned كان الذي أطفال Конططططة كي تتكلم تو يعني الله فإن الانالغαν数 such non działa النعطان何ما يغني يفعلونون بعض جمعق ودي كحرج رحل المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة